نحن الآن في مدينة أريحة بريف إدلب وتحديدا في أحد الأحياء السكنية داخل المدينة حيث تعرض هذا الحي السكني لقصف عنيف من قبل طائرة حربية بإمكانكم مشاهدة حجم الدمار الحاصل في هذا الحي السكني جراء استهدافه بشكل مباشر بصواريخ شديدة الانتجار مما أدى إلى دمار وتهدم العديد من المباني حول هذا المكان فرق الدفاع المدني والطواقم الإسعافية توجهت إلى هذا المكان المستهدف وعملت على إسعاف الجرحى والبحث عن عالقين تحت الأنقاض حتى الآن لا يوجد أي إحصائية دقيقة لعدد الشهداء والجرحى كما نشاهد الآن بعدسة الكاميرا فرق الدفاع المدني تعمل على إزالة الأنقاض والبحث عن ناجين هناك عالقون تحت الأنقاض أطفال والنساء يقوم الدفاع المدني بالبحث عنهم وأيضا الفرق الإسعافية متواجدة لا إحصائية دقيقة إلى الآن ولكن الإحصائية الأولية تشير إلى سقوط ثلاثة شهداء من المدنيين وعدد من الإصابات غالبيتهم من النساء والأطفال ومن المرجح كثيرا أن ترتفع حصيلة الشهداء لأكثر من ذلك أنا سترسي مدينة أريحا ريب هو أتلم ريب هو أتلم